حل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مساء الاثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في أشغال القمة الأمريكية الإفريقية ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتعتبر هذه القمة الثانية التي تنظمها الولايات المتحدة في الفترة ما بين الثالث عشر إلى الخامس عشر ديسمبر الجاري فرصة لمناقشة سبول تعزيز العلاقات الأمريكية الإفريقية وبناء شركة وثيقة وفعالة وفق رؤية جديدة في ظل تطورات العالمية والإقليمية الراهنة